أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها لن تتراجع عن ملاحقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وأداء تفويدها القانونية الذي يضمن المحاسبة على الجرائم الأكثر خطورة تأكدت الجنائية الدولية جاءت في أعقاب إدراج روسيا للمدعي العام للمحكمة كريم خان على قائمة الأشخاص المطلوبين وذلك ردا على إصداره مذكرة توقيف بحق بوتن حيث أكدت المحكمة أنها ترى أن هذه الإجراءات غير مقبولة